أزمة غلاء متجددة في الأسواق هنا الموريتانيون يشتكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبيل رمضان أمر يزيد مخاوفهم من عدم القدرة على توفير احتياجاتهم خلال هذا الشهر أسعار مرتبعة بشكل رهيب، ما هم عقول وراجل عندنا إن شاء الله من هذا الشهر وقرب إن شاء الله معنا هو تخفو عليه المثلمين رمضان اللي يسر فيه كل شيء للصائم يعسر فيه كل شيء في المقابل تقول الجيات الحكومية إن السوق في وضع مستقر وتتعهد بخطوات إضافية للسيطرة على الأسعار مع حلول شهر رمضان السوق اليوم يشهد الحمد لله ممكننا نقوله استقراراً أو انخفاضاً في هذه المواد بأنه قبل رمضان لا بد من أن تكون هناك اتفاقيات داخلية تتعلق بهذه الأسعار خصوصاً في شهر رمضان جمعيات حماية المستهلك تتابع هي الأخرى حركة السوق وخصوصاً في ظل انعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد الموريتاني فالبلاد تعتمد على الاستيراد لتأمين الكثير من السلع السوق الحمد لله لا تسجل فيه حالات ندرة كبيرة لبعض المواد الاستهلاكي نتيجة للحرب الحمد لله التموين على شكله المؤتاد ولكن نتوقع أنه في الساعة الأخيرة تقع مضاربات واحتكار وتعتمد موريتانيا على الأسواق الخارجية لتأمين احتياجاتها من السلع الغذائية خاصة للحبوب والخضروات والفواكه ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق هنا تشكل تحدياً للحكومة والشارع البواطنون يطالبون بتخفيض الأسعار والحكومة وعدت بتوفير احتياجات البلاد من السلع الغذائية وتقديم الدعم لها طيب الغوث الحرة نوك شود